باتفاق أو بدونه لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً يقول الأمريكيون وهم يتبادلون مع الإيرانيين الرد على مقترح أوروبي يأمل مقدمه أن يحيى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 فإدارة الرئيس جو بايدن ترى في الاتفاق السبيل الأفضل لمنع الإيرانيين من امتلاك سلاح نووي وإن اختلف معها كثر وطال أمل محادثات إحيائه بسبب خلافات بشأن ضمان استمراره أعتقد أن القضيتين الرئيسيتين العالقتين هما تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترغب إيران في إغلاقه وترى واشنطن ضرورة استمراره والأمر الثاني هو كيفية ضمان عدم انسحاب أي رئيس أمريكي مقبل من الاتفاق وفي حال العودة للاتفاق فإنه سيكون مكسباً للأمن القومي الأمريكي وللمنطقة دول إقليمية على رأسها إسرائيل قدمت اعتراضات عدة على الاتفاق مع إيران لكن إدارة بايدن ترد على ذلك وعلى انتقادات داخلية من الجمهوريين بأن الاتفاق هو السبيل الوحيد لمنع تحول إيران إلى دولة بقدرات عسكرية نووية لأنها التزمت علانية وبشكل واضح بالعمل على العودة إلى الاتفاق تحاول إدارة بايدن المضية قدماً لأنها ترغب في إظهار أنها تتحرك إلى الأمام وتحرز تقدماً لكن الحقيقة غير ذلك إذ تدرك الإدارة أن إحراز التقدم والتوصل إلى اتفاق سيجعل الشرق الأوسط أقل أمناً وسيؤدي إلى عزل حلفاء مهمين للولايات المتحدة وتصر واشنطن على أن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران لن تمنعها من محاسبة إيران على أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار بعد نحو عام ونصف على إطلاق جهود العودة إلى الاتفاق النووي يقترب الأمريكيون والإيرانيون من إحيائه أكثر من أي وقت مضى بوجود مقترح أوروبي على الطاولة لكنه سيحتاج لمزيد من التعديلات لسد الفجوات إرضاء للطرفين أنسة صبار سكاي نيوز عربية واشنطن شكرا